بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشابتر السادس بعنوان Properties of Sections Moment of Inertia في جزئها الثالث عشر إن شاء الله هنا رح نتناول موضوع Product of Inertia بالنسبة لل Product of Inertia القعدة بتقول أنه IXY بتساوي Integral of XYDA عبارة أنه عندي هنا Differential Area ورح تعمل لها بتعمل ال Integral بالنسبة للمسافات X ضارب Y على وحدود بتكون هي الحدود متاع الأريا الموجودة هنا فالمتغير بالنسبة إلي هو الأريا طبعا هنا when the X axis and Y axis are both إما ال-X أو ال-Y أو الاثنين مع بعض they are an axis of symmetry يعني هو يكونوا إما واحد منهم أم الاثنين مع بعض محور متاع تناظر The Product of Inertia بيساوي 0 وكي في الحالة هذه ال-X هو محور التناظر لو كانت السكشن زي كده رح يكون ال-Y هو محور التناظر ولو كانت مثلا rectangle زي ما تشوفوا هنا رح تكون ال-X وال-Y both يعني الاثنين بيكونوا هما محور التناظر بالنسبة إلي وفي الحالة هذه أو هذه أو هذه بيكون ال-Product of Inertia i-X-Y بيساوي 0 طبعا لو عايزين نعطيكم فكرة إزاي وجدنا الحكاية هذه مثلا هنا أقدر أكتبها بتساوي integral double integration of X-Y dx dy يعني طبعا هنا elementary area عبارة على dx dy 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 بتساوي dx dy بعدين أقدر أكتب x dx ضرب y dy وهنا بالنسبة إلي طالما هي symmetric رح يكون البونس متع ال- integral هنا مثلا minus b وهنا b وهنا minus h وهنا h فيكفي أنها تكون أحد المحاور بيكون symmetry or axis of symmetry إما هذا رح يكون يساوي 0 أو هذا بيساوي 0 ليش؟ لأنه لو خذنا مثلا الحالة هذه هنا بالنسبة إلي بالنسبة إلي between minus h h y dy بتساوي y تربيع على 2 between minus h و h وبتساوي هنا h تربيع على 2 ناقص 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 h تربيع على 2 طبعا هذه موجبة رح تكون لأنه هنا في تربيع فهذه رح تحذف هذه ويعطيني كنتيجة بتساوي 0 نفس الشيء بيسير مع ال-x هنا أحدهما أو الاثنين مع بعض رح يعطيني في الأخير product of inertia بيساوي 0 أيضا هنا بالنسبة للparallel axis theorem for product of inertia القعدة بتقول i x y بتساوي i x y bar خلي بالك هنا بتساوي مع x bar multiplied by y bar multiplied by a طبعا نحن قبل لما كنا بنمر من محور لمحور بنكتب i مثلا x بتساوي i x bar plus d تربيع ضرب الأرية خلي بالك هنا في product of inertia بتصبح x ضرب و x bar ضرب y bar شكرا على الانتباه